دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين ممن لم يتلقوا التطعيم المضاد لفايروس كورونا إلى المبادرة بأخذ التطعيم من أجل التصدي للجائحة نعم بيّنت الوزارة أنه يمكن بالتوجه مباشرة للمراكز الصحية بجميع محافظات مملكة البحرين دون الحاجة لأخذ موعد مسبق مع ضرورة مراعاة موعد العمل اليومية لكل مركز بيّنت الوزارة أن التطعيمات المعتمدة في كل مركز صحي تختلف بحسب نوعها ومؤكدة في الوقت عيني على أنه يمكن لكل مواطن ومقيم سهولة التوجه لأي مركز صحي لأخذ التطعيم حتى لو لم يكن ضمن منطقة سكنه وجددت الوزارة التذكير بأنه يمكن أيضا للراغبين بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفايروس كورونا من المؤهلين للحصول عليها ممن قد ظهر لهم الشعار باللون الأصفر في تطبيق مجتمع واعي مشيرة إلى أن التطعيم ضروري لحماية الفرد والمحيط الاجتماعي حولهم من فيروس كورونا مشددة في السياق ذاته على آمية التزام الجميع وحث كل فرد في المجتمع على التقيد بالإجراءات الاحترازية ومواصلة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية للتصدي للفايروس اشتركوا في القناة